عايز أقول لكم على حاجة مع كل هذه الأجواء الطيبة خرج علينا الزميل الأستاذ أحمد سالم يوهو وهنا الراجل صفته أنه المتحدث الرسمي لنادي الزمالك والمتحدث الرسمي ده حاجة أوفيشيال قوي يعني أنت مفترض الناطق بلسان النادي يعني ما اعتقدش أبداً الأستاذ شريف فؤاد الزميل العزيز حد يقدر يزبطه متورط في تصريح يطلع منه بشكل رسمي ضد أي كيان رياضي آخر حيبقى مش منضبط يعني حتبقى المسألة على النسق الإعلامي مش منضبطة فالغريب جداً أنه مع كل هذه العلاقات الطيبة ومع حالة الوفاق العام ومع تبريكات للطرفين بعد الفوز بالبطولات الأفريقية وتبادل الزيارة يطلع يا جماعة مش انتقاد يطلع تهديد هي دي خطور تصدقوني جداً خدوا بالك الكورة يعني بترتبط بيها مشاعر كل الناس في الشارع فأنه يطلع كلام في حق محمود عبد منعم كهرباء لعب النادي الآلي يحمل تهديداً صريحاً له بالعنف لا ده كلام في المنتهى الخطأ والخطورة ده بيهدده بجماهير نادي الزيارة إن الجماهير تعمل فيه كذلك ده معنى كده أنه بيستد إيه رد الجمهور أخمت الجمهور ليه في الموضوع طب عشان ما نظلمش بس نسمع الكلام حرفياً وبعد كده نتكلم اللاعب الهارب ولو الناس زعلنا ما لديك اسم اللاعب الهارب فهو كهرباء عشان بس يعني إيه ما يتخلش البعد إن عدم ذكر اسمه في نوع من اللف والدوران لا إطلاقاً كهرباء مشكلة جمهور الزمالك مع كهرباء كالقاتي أنت كهرباء خدت قرارك بالهروب في وقت ملاقات وصفرت برا ورجعت لقابة للأهل ودفعت تمن هذا التصرف ودفعت الغرامة في الآخر كان الجمهور أو الحالة العامة لرياضة المصرية والإعلاقة الطيبة حالياً من الأهل والزمالك كانت يعني تلزم كهرباء إنه يسكت بس كل المطلوب كان من كهرباء إنه يسكت اللي مزعى للجمهور إن انت النهاردة عمال تطلع في برامج تسيق للجمهور وبتاجر بيه وبعدني على فكرة حتى فكرة إنك كنت في الزمالك تقعد تقول أنا بحب الزمالك وأنا مش عارف إيه وتغلط في الأهل أو يعني بلاش تغلط يعني توحي بأن انت بتموت في الزمالك والنهاردة تقول أنا لما كان الأهلي بيدخل فيه جنك كنت بازع لعليه يعني اتجارة بمشاعر الجمهور دي خلاص بيطلت بقى يعني نتعلم مثلاً من شباب من واحد زي أحمد حمد يطلع في حوار من كام يوم منتهى الشياكة والرقية لما تسأل عن النادي الأهلي كان رده ساعتها قالك أنا بلعب في نادي كبير اسمه الزمالك وأنا جمهور الأهلي أنا عشت طفولتي أو شبابي كله مع النادي الأهلي ما كانش فيه حساسية حتى في الرد يعني ما حاولش يتاجر بمشاعر جمهور الزمالك ويقول ده أنا كنت لابست شارت الأهلي وبحلم بتشارت الزمالك أو العكس أو أنا الأهلي ده شفت فيه أيام سوء لا مش مطالب بكده هي دي الفكرة أن انت ممكن تطلع من غير ما تصير الجدل وتسيء لحد يعني إساقتك للنادي مرة اتهام بالتزوير مرة تلقيح على أسطورة النادي أو كابتن النادي بلا أي داعي متصدر أن انت محامي زميلك اللعيبة وأنك متبني فلان تبنى نفسك الأول يعني خليك في حالك الأول ارجع لمستواك ارجع منتخب مصر ارجع رقم واحد وربنا يوفقك ساعتها يعني بتهدر طاقاتك في استفزاز جماهير أنت مش هتستفيد حاجة غير أن انت بتأمل احتقان زياد لما تبقى دولي ولابس تشيرت نادي كبير وكنت في نادي كبير قبل كده لازم يبقى الانسان على قدر يعني المسئولية اللي هو فيها ما يولعش الدنيا على الفاضي خلاص بقى الموضوع خلص يعني كنت طلعت وتضع في رمضان وفي قبل وفي شعبان وفي رجب وفي شوال في كل برامج الفضايح وبرامج اللي هي بنسميها الهارد توك بيحاول دايما يربي كلام على الزمالك ويسيق ليه؟ يعني هل ده حيزودك عند جمهور الاهلي معتقدش جمهور الاهلي بيحب مثلا أبو تريكا بجنون عمر أبو تريكا ما افتكرش قبل كده أنه هو تعمد الإساءة للزمالك ولا طلع في برامج ولا غيره متعب إنسان في منتقى الاحترامة اللي في الدنيا عمر متعب مأساء مثلا ورغم أن جمهور الزمالك قبل كده يعني ممكن يبقى فيه هتفات كانت ضد متعب لكن عمرك شفت عمد متعب طلع بيستفز أو بيغيز أو بيكيد أعتقد إن دي لا طليق ولا بالنادي الزمالك أتمنى إن يبقى فيه إجراء بقى نهدى نهدى نكن بقى شوية نبطل استفزازات عشان زي ما قلت لحضركم مبارح لا تضمن أو لا تأمن تصرف الجمهور الجمهور ده في كل الشرايح فيه الراجل العصبي فيه الهادي فيه المؤدب فيه اللي ممكن لو شافك في الشارع يأكلك يعني لما أنت توصل الجمهور لاحتقانات معينة وتخليه حاسس أن أنت جاي عليه أو بلغة الشارع دايس عليه ممكن يزعع لك جامد قوي قوي آخر جملتين أنه بيسيق لجمهور الزمالك أنه بيسيق بلقى على الكابتن شكبالا أنه وابتدى يذكر نمازج طيبة ما أساقيتش لحد بيسيق إليها يعني أنت بتكتر طب هو كان عماد متعب أساقل مين عشان يتشتم ويساقل الموضوع مش كده وبعدين ماشي إنما هو لا هو كل ده عشان كان قابليه بيوم قال حاجة التهديد بالجمهور ده جمهور ما ديرش يستوعبه جمهور في الشارع يأكلك هو أنت بتستجع جماهيرك طب وضحيه قبله إيه يعني أنت متخير رد الفعل إيه ما هو رد الفعل موجود أنه رد على السوشيال ميديا ده إحنا عايزين نلم بقى الأثار هذا الموقف الغريب اللي أنا ما توقعتوش الحقيقة لأن يعني الشيء ونقيده يعني عايزين نهادي عايزين نهادي عايزين نهادي وعايزين نقولك الجمهور زعالك الجمهور يأكلك الجمهور يقابلك الجمهور إيه ده إزاي يعني الجمهور على فكرة آه في جزء منها ممكن يبقى متطرف أو متدقيق أو زعلان لكن في المجمل الجمهور ناس وعية بتحب نديها جدا لكن معظمهم طيب هنا وهنا وهنا واخد بالك صحيح مش نصين نأجد مشاعر بالكلام ما حصلش فين الإساءة لجمهير الزمالك يعني وأنا ما أقول أحب الآله وبحب إمام عشور وبدفع عن إمام عشور الله هو بيفسر إيه اللي الإمام عشور قال وقال إنه شيكبالة ما قالوش كده في المطش وما قالوش إن أنا عايز أروح الزمالك ها يعني هو ده مع الله أنا بجعب يعني هو أنت تنسب حاجة يعني شيكبالة ينسب حاجة يعني هو عاصل هي أو الناس تنسب إنه شيكبالة قال فلما إمام عشور يكذب اللي تقال لدى كهربا فيبقى كهربا هو اللي مجرم وإمام هو اللي غلطان وشكبالة هو اللي صح لا يا كابتن إبراهيم أصل حتى دي مش محتاجة يعني فيه عاقل يتوقع إن أنا وأنا في الملعب وجاب جود أجي أقولك ما تاخدوني بقى طيب يعني هي حبكت في الملعب أو ديني فانلتك بقى يعني كلام تقال فيه كلام سعاد مش محتاج أو يرد لكن كهربا تطوع بالرد دي تزعل في إيه وإيه التلقيح اللي فيها ده تفسير لا إحنا سمعنا ده ولا أنت سمعت ده واخد بالك فالكلام إن وعدين نروح مسلمين وللجمهير حتى لو قال حتى لو قال يبقى كان كفاية أنك بتنصح بلاش مش وقته إحنا بنلم وعايزين كان لحد كده الدنيا ممكن تمشي صحيح لكن إنك تسلمه لجماهير وتهدد وتكررها لا بص يا جماعة طبعا ده كلام فيه مغلطات كتير قوي رقم واحد الكلام على إنه التلقيح مرفوض التلقيح من شكبالة إنه يقول أو من كهربا إنه يقول لعب كبير في السن فيتباني إنه ده بيلقح على كهربا على شكبالة كان الأحرى والأقدر بيك يا سيد أحمد إنه أنت كمان تلوم شكبالة وهو بيلقح على كهربا وبيقول لك أنا مش زي اللي كان بيقول أنت بابا علشان يجدد له يعني كان لازم أن يكون المعيار واحد رفض هذه اللغة من الطرفين كان ده لازم أن يكون ده الموجود لكن الاستدلال بأن أحمد حمد لعب محترم فلما سئل عن النادي الآهلي قال إن أنا ابن الآهلي أو ما أسائش للآهلي فأنت تعتمد إن ده نموذك طب ما هو نصر مهر لما قال إن أنا ندنان وإنه 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 هل ده كان صح يعني نفس المعيار كهربا كل اللي عملوا إنه بيظهر حبه للنادي الآهلي ده يدايق حد في إيه الكلام على إنه كهربا عقده مش صحيح أو عقده مزور فأنت بتلومه عليه بأثر رجعي من إدارات سابقة أعتقد إدارة الزمالك الحالية مع كل عقوبة تصدر دولية ضده وآخرها مصادر في عقد خالد بطيب إلى درجة إنه مسؤول كبير في مجلس إدارة نادي الزمالك نشر على السوشيال ميديا صورة للعقد بتاع خالد بطيب اللي كلف الزمالك كتير وقال أنا مش هتكلم شوفوا العقد تكاتب إيه فيه في إشارة واضحة جدا إن العقد قد تم مسه طيب ده ده مش كهربا فبالتالي الكهربا لما يدافع عن حقه أو يحاول إظهار حقه فيما يخص عقده ده المفروض ما يزعلكوش أنتوا في حاجة لأن أنتوا فعلا مزلتوا بتشتاكوا من نفس النار اللي اكتوى بها كهربا بغض النظر إنه دفع الفلوس ودفع الغرامة والقرار الدولي إيه لكن كهربا يمارس حبه للنادي الأهل المفروض ما يدايقش الزمالك زي لو ناصر مهر دلوقت قاعد يقول شعر في ناديه الجديد الزمالك المفروض ما يدايقش الأهلي اختلاف المعيار والمصطرة هو ده اللي بداية رقم اتنين هو شيكبالا لما بيعمل كل اللي عملوا مع جمهور النادي الأهلي وفي كل واقع موسيقى الراجل هبط بمستوى الشكل الأشكال أنتوا فاكرينها وكلكم في مباراة خارجية ولما كان بيسأل أو يلام يقول لك أنا رد فعل طب أنت لسه بتشيت بأنه عماد متعب كان بيتشيته وما بيردش يعني عليك أن أنت تتلومش كبالة أنه كمان بيتسجيب لأي فعل برد فعل لغيره لأنه كهرباء بيعمل نفس الحكاية ثم الكلام على أنه التهديد بالجمهور وقص الجمهور الزمالك زي ما فيه ناس طيبة وناس مؤدبة فيه ناس شريرة أو فيه ناس عصبية وممكن تكلك دي لغة جديدة وشديدة وعنيفة وغريبة ومريبة الحقيقة في منتقى الخطورة هي بصوة أستاذ إبراهيم كمان خطورتها زي ما أنت أشرت أنا متحدث رسمي المتحدث الرسمي لا يعرب عن وجهة نظره حتى لو مش في برامج نديب أنت خلاص أول ما بتطلع بيقوله المتحدث الرسمي بتاعنا الزمالك وجمهور الزمالك وجمهور الأهلي وجمهور المصري ألكورة وعرفك بهذه الصفة أنت كنت بتشغل في توق شو سياسي محدش كان بيعرفك بهذه الصفة أنت قدمت وعرفت إلى وسط الرياضي بصفتك متحدثا رسميا يبقى متحدث رسمي عن إيه عن نادي الزمالك كل كلمة هتقولها هتوسقط وكأنها دي وجهة نظر الزمالك فما تجيش تقول في إطار العلاقات الطيبة بس الجمهور يأكلك ما فيش علاقات بتقول كده ولا بتطالب كده ولا الكلام ده ده أول مرة يتقال كلام بشكل مباشر بالتحريب بهذا الشكل المباشر يعني هنا الخطورة ما أنت الشخص يعني إعلامي عام يعني أنت دائما سيشار إليك بالمتحدث الرسمي لنادي الزمالك خلينا بقى نطو الصفحة دي وده احنا يعني نوهنا على خطورة هذا الأمر ونحاول كلنا ننسى الكلام ده بما فينا جماهير الآلي وجماهير نادي الزمالك وعلى جماهير الناديين يا جماعة في ظل العلاقة الاحترافية جمهور الآلي لاي ما يديقوش أبداً أنه ناصر ماهير يعبر عن حبه وساعدته في نادي الزمالك ولا أهو مختلف هو ما تساقش للنادي الآلي بس كده لا بالتلقيح ولا بالتلقيح وإمام عشور يعبر عن ساعدته وامتنانه الكبير وفرحته الكبيرة بنجحاته مع النادي الآلي وساعدته بموجوده في النادي الآلي ده حقه الطبيعي بدون ما يبقى فيه أي تلقيح ولا تلقيح على نادي الزمالك الإعلام يا جماعة احنا لسه بنشيد بإبراهيم فاي وبنشيد بأسامة حسني على الإعلام المنضبط المسؤول هو ده المطلوب انت راجل متحدث رسمي في نادي الآلي انت بتطلع في بعض الأحيان بتلوم الكابتن إبراهيم سعيد انه مستغل برنامج في قناة عامة زي ما انت قلت انه يهاجم نادي الآلي طب هو انت بتتكلم من ايه ما انت بتتكلم من قناة الشمس انت بتتكلم في قناة الشمس قناة عامة ما هيش قناة الآلي إذن انت ترتاكب ما تلوم عليه إبراهيم سعيد نفس المنطق بس للأسف المعايير بيبقى فيها ازدواجه لا بس محدش وصل للليبل ده انك توصل رسالة مباشرة لجمهور كده سيبوا جمهور والنبي مش ناقص وقارجع تاني اقول الجماهير للأهل وزمالك ياريتنا ننسى كلنا الكلام ده ونستمر على ما بدى طيبا في الفطرة الأخيرة